ينعقد مؤتمر كابتون تي سيفن لتغير المناخ في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ في الوقت الذي تتزايد في الأثار السلبية للتغير المناخ والتي تعاني منها كل دول العالم تزداد الكوارث الطبيعية في كل دول العالم بشكل كبير للغاية وبالتالي الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر أن يتم التنفيذ لكل القرارات السابقة في القمم والمؤتمرات الخاصة بتغير المناخ والتي كانت قد صدرت منها الكثير من البنود المختلفة لابد أن توضع موضع التنفيذ في هذه النسخة الخاصة وفي هذه الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر كوب تون تي سيفن لتغير المناخ من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ نتحدث عن دور مركز أو خبراء الأرصاد الجوية في هذا المؤتمر ومعنا على شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز المناخ في الولايات المتحدة السيدة برنادت نحن سعداء لأن نلتقي بك هنا في كوب 27 قمة التنفيذ الكبيرة في شرم الشيخ شكرا لاستضافتي أولا فيما يتعلق بيوم العلوم في كوب 27 نحن نرى الكوارثة في كل مكان أريد أن أعرف طور مؤسستكم فيما يتعلق بهذه الكوارثة هذا لسوء الحظ هناك تغيرات في التقس وبالطبع خلفياتي هي الأرصاد الجوية والتقائت بالعديد من القناة التلفزيونية فيما يتعلق بالأرصاد الجوية ونتحدث عن المعرفة الخاصة والأرصاد الجوية ونساعد الصحفيين ومتخصصي الأرصاد الجوية في التلفزيون أن يفهموا الارتباط بين الكوارث والتغير المناخي هذه هي الأشياء التي نعمل عليها وهي عبارة ونحن نتعامل مع أحد المؤشرات الخاصة بالأرصاد الجوية التي نستطيع من خلالها أن نرى كيف تؤثر التغيرات المناخية على درجة الحرارة في كل يوم من وجهة نظرك كيف يمكن أن نزيد القدرات وننوعها لزيادة الموارد المتاحة والمخصصة للتكيف والسمود للمجتمعات المحلية هذا أمر حساس جدا الأمم المتحدة كلها تركض على أنزمة الإنزار المبكر والكثير منها مرتبط بالتكس والمناخ معرفة حين نعرف متى تحدث الكوارث يكون لدينا بيانات عندنا في الولايات المتحدة نقوم بالإعداد لذلك ولكن ليس الجميع لديهم هذه الأدوات وعبر الخمس سنوات القادمة نحاول أن نجعل الجميع في كل الأماكن لديه هذه الأنصمة التي تساعدهم على الإعداد قبل حدوث الكوارث وهذا يعتمد على العلم والبيانات وأيضا هناك تواصلات مع الناس على الأرض في هذا الصدد لكي ننقل هذه القرارات الخاصة بالتغير المناخي إلى عمل ملموس كيف يمكن أن نقوم بهذا من وجهة نظرك هذا سؤال كبير هناك الكثير الذي يمكن عمله وهذا هو دور العلوم هو أن يساعد أن نفهم ما هي التغيرات وما هي التغيرات التي ستستمر وكيف ستكون ضررها نحتاج من العلم أن يجمع الناس مع بعضهم البعض ويتم من خلال ذلك اتخاذ القرارات كمجتمع عالمي وأحد الأشياء الهمة في هذا المؤتمر أنه جمع كل الأطراف في مؤتمر واحد رجال السياسة ولدينا العلماء ولدينا أيضا الاتصالات ورجال الأعمال ولدينا المناصرين الجميع يعملوا معا في كل المنتديات الخاصة بالتغير المناخي لأنها تؤثر في المياه والغزاء والطعام والماء وكل شيء إذن كل هؤلاء المشاركين ومن كل المجتمعات يتحدون مع اللي يحاولوا أن يحلوا تلك القضية إذن أنا أرى أننا نحتاج للجميع أن يعمل ولهذا فإن هذا الاجتماع مهم هذا هو سؤالي كيف يمكن أن نقوي التنسيق والشركات فيما تعالى بالمناخ وتقليل المخاطر على كل المستويات المحلية والدولية ولصياغة استجابة عالمية هناك الأشياء الكثيرة التي يجب أن يتم عملها الشركات يجب تقويتها وأحدها اجتماعات مثل ذلك نحتاج أن نتحدث نحتاج أن نلتقي نحتاج أن نعرف المشكلات ولهذا سوف نعود لعقد الإطار الخاص بالإنذار المبكر لأن هذا هو ما نحاوله أن نفعله بالفعل أن يكون هناك علماء من كل مكان والبشر على الأرض ومن كل المجتمعات حتى نساعده أن نجعل الناس آمنين وهذا دور كبير يجب أن يتم لعبه وهناك شرقات عبر الدول ولكن أشياء الجميل في مثل هذه الاجتماعات أننا نحاول أن نتعلم من كل الدول الأخرى التي كان لديها مشروعات جيدة وبالتالي حتى نستطيع أن نطبق هذه المشروعات وتلك المعرفة على دول أخرى للحفاظ على سلامة الناس قبل الاجتماع حدثتيني عن ألوان هذا القميص نعم البعض يعرف والبعض لا يعرف هذا تصميم علمي وما ترين هو أن كل قلب من تلك الأقلام يعبر عن درجة الحرارة هذا اللون الأزرق اللون الطبيعي وننتقل إلى اللون الأحمر الذي يعني زيادة درجة الحرارة وهذا يعود إلى إلى التمانينات وهذا تم تصميمه في المملكة المتحدة والكثير يعملون في هذا المجال ونحاول أن نغطي هذه المعلومات الخاصة بالتقس والمناخ هذا نوع من الحوار الخاص بالتغير المناخي لأنه يؤثر على الكثير من الناس وقد يمكن أن نرى فريق كرة قدم في الجامعة يرتدي هذه الألوان وإذن أحد الفرق ممكن ترتدي هذا النوع من الملابس الذي يعبر عن طيارات المناخية إذن يجب أن نعرف ما تمثل هذه الألوان ونبدأ من خلالها الحوار حول الطيارات المناخية شكرا جزيلا كبيرة الخبراء الأرصاد الجوي في المملكة المتحدة السيدة برنادت ووتس بلاكي شكرا على وقتك وساعدنا بلقائك في كوب 27 في شرم الشيخ شكرا جزيلا على هذا المكان الجميل وهذا اللقاء الرائع ومشاهدين لسه ما حضرتكم مستمرين في متابعة كل الفعاليات الخاصة بمؤتمر كوب 27 وللحقيقة يعني بيوجد فيه عدد كبير جدا من الخبراء في مختلف المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة زي ما كنا دلوقتي الحقيقة مع ضفتنا اللي كانت موجودة معنا على شاشة القناة الأولى على شاشة التليفزيون المصري دور الأرصاد الجوية في مواجهة الكوارث الطبيعية إزاي أنه الأرصاد الجوية لها دور إزاي أنه الخبراء الحقيقة من مختلف التخصصات موجودين هنا علشان يقوموا بمحاولة طبعا لتحويل كل القرارات التي صادرت في المؤتمرات السابقة إن هي تنفذ على أرض الواقع في هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان معا للتنفيذ في كوب 27 في نسخته 27 من مدينة شرم الشيخ